شهد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين حفل ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة بمقر الهيئة والتي تم خلالها تدريب 15 إماما في الإسبوع الواحد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وجه التهنئة للأئمة على اكتياز الدورة التدريبية بنجاح معربا عن تفاؤله بأن هذه الكوكبة المتميزة ستسهم بشكل فعال في تجديد الخطاب الديني 15 خطيبا وإماما تابعين لوزارة الأوقاف اختتموا الدورة التدريبية الأولى لتنمية المهارات الإعلامية للأئمة التي نظمتها الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع وزارة الأوقاف تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتثقيف العلماء والدعاء لصقل مهاراتهم وتأهيلهم إذاعيا وتلفزيونيا لمخاطبة الرأي العام في طريقة الإلقاء في طريقة نبرات الصوت في طريقة التعامل مع الكاميرا والتعامل مع المايكروفون في الإزاعة اتعلمنا كيف يكون الاستهلال كيف يكون الختام اتعلمنا ازاي نتكلم أو نخاطب الناس من خلف الكاميرات دون أن نرى الجمهور كانت بمثابة نقلها نوعية للأئمة وهي أن ينتقلوا بحديثهم أو أن ينتقلوا من المنابرهم الأصلية من هذا المنبر الأصلي إلى منابر عدة لكي يخاطبوا شريحة أكثر من الناس ويستطيعوا أن يتعاملوا مع القانوات الفضائية ومع وسائل التواصل الاجتماعي مرونة توصيل المعلومة وكيفية تخير المعلومة واختيار ما يناسب الناس فليس كل ما يعلم يقال الدور التدريبية الأولى استهدفت كذلك تعزيز دور الآئمة في خدمة المجتمع من خلال إكسابهم الأدوات الإعلامية الحديثة بما يمكنهم من التواصل مع الجمهور بوسطية الدين الإسلامي كيفية التخاطب مع الآخر بلغة سهلة وبسيطة بلغة قريبة من الناس بأسلوب أيضا يستطيع الشخص العادي أن يستوعبه وأن يفهمه وفي نفس الوقت أن يكون هناك ليونة وتراوى في الحديث وفي نفس الوقت أن يكون هناك تقارب من خلال أرقام وإحصاءات ومن خلال دراسات جديدة حتى تكون هناك لغة معاصرة تجمع ما بين الأرقام والدراسات والإحصاءات والاستشهادات الدينية من أحاديث وآيات قرآنية أسس سليمة تبنتها الدورة الإعلامية لبناء الأئمة الذين يتواصلون مع المجتمع عبر المنابر الإعلامية لتزويدهم بمهارات التحدث وسقل مهاراتهم الإعلامية ليسهموا وبحق في بناء مجتمع سليم خالد يسين التلفزيون